اكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ان توجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة ايده الله ورعاه بمباشرة العمل على تطعيم المواطنين البحرينيين المقيمين في الخارج ضد فيروس كورونا تمثل امتدادا لنهج انساني حكيم وراسخ لدى جلالته حفظه الله وتعكس الرعاية الابوية النبيلة وحرصا مستمرا من جلالته رعاه الله على صحة وسلامة المواطنين داخل وخارج مملكة البحرين وتقديم افضل مستويات الرعاية الصحية والخدمات العلاجية واكد معاليه ان الانجاز والريادة التي تحققها مملكة البحرين في تصديل الجائحة وفق خطط واجراءات مدروسة جاءت بفضل التوجيهات والدعم الكبير من لدن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه واشاد معاليه بالجهود المخلصة والعمل الدؤوب الذي يقوم به فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وثمن معالي رئيس مجلس الشورى الدور المحوري الذي تقوم به وزارتاء الصحة والخارجية في التنسيق والمتابعة مع الدول التي يقيم فيها بحرينيون وذلك لضمان حصولهم على التطعيمات وفق الأنظمة والإجراءات التي تعمل بها الدول وبما يسهم في تنفيذ توجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه اشتركوا في القناة